الثاني في هذه المباراة وهو جزء لا يتجزأ من مباراة الأمس وهو أداء الحكم الدولي كابتن محمد معروف كابتن محمد معروف ستايل حكم أوروبي ستايل جسم رشاقة لكن في الفنيات لا في مشاكل فنية كتير في مشاكل فنية محتاج يأما لجنة الحكام يبقى عندها ناس تقدر تعمل محاضرات للحكام بجد عشان تستفيد من أخطائها يأما اللجنة تستعين بخبير أجنبي يعرف هي المشاكل مش فنية بس لا في مشاكل كمان ممكن تكون مشاكل ذهنية أو مشاكل نفسية ضغوط المباراة ممكن تؤثر على الحكام لأن مبارح المطش كان سهل على فكرة وفكرة أن الأهلي أو الزمالك لما يلعبوا أي فريق ويجيبوا ثلاث أهداف في أول ربع ساعة أنا كحكم المباراة سهلت بالنسبة لي بنسبة 99% لكن مبارح أنا كنت بحس دايما أن الكابتن محمد معروف ما كانش معروف هو عايز إيه ما كانش عارف هو عايز إيه عايز صعب المطش على نفسه ولا عايز يكهرى بالمطش ولا كان عايز إيه حتى هو بيصفر في نهاية المباراة الرياكشن حتى والانطباع دي مباراة كرة قدم والمباراة فيها مطعة لازم أنت كحكم تستمتع بأدائك في المباراة ليه بيبقى فيه ضغوط عصبية ونفسية عليك بتخليك مبارح تاخد قرارات غير سليمة جزء من القرارات السليمة دي مبارح بيت سمو سمان الطر بينه الشوتين يغير حمد فتحي ولوي اسمي كيسوني مبارح ده خد انذار وده خد انذار بدون أي داعي يعني حتى لو كرة حمد فتحي فاول لا تستدعى أي انذار وده مش رأيي أنا بس ده رأيي كل خبراء التحكيم مبارح اللي طلعوا حلله أدائي الكابتن محمد معروف لو اسمي كيسوني نفس الكلام أنا حسيت مبارح زي ما يكون الراجل كان سريع أوه في الكروت عايز يطرد حد عايز يطلع انذار لحد وده ظهر كمان في كرة محمد عبد المنعم يعني محمد عبد المنعم مبارح الريأكشن بتاعه رد فعل على تصرف عمر جمال مداش انذار لعمر جمال حكم الفار نفسه ما قالوهش تعالى بص على اللعبة لأنه كان فيه ضرب بالكوع لعمر السلية أجل ما فيه احتكاك مع محمد عبد المنعم لكن الانذارات مبارح كانت كتير أول لعابة الأهل مش عارف ليه أنا كان إحساسي وإحساس ناس كتيرة أنه كان فيه حد لازم يضطرد من الأهل المبارح مش عارف الإحساس ده كان عند الناس كلها والمباراة أنا بقول كانت سهلة جداً للكابتن محمد معروف الأهل كسبان 3-0 فاول ربع ساعة هو فيه أسهل من كده كحكم أن المباراة ما بيننسبة لك سهلة انتوا راجعين من كاس الأمم وكلنا أشدنا بيكم وكنا نتمنى تكملوا في المراحل النهائية على أقل حتى مباراة الثالث والرابع إنه كنتمثلوا مصر فيه البطولة الإفريقية حتى مع استيناف مباراة دورة أبطال إفريقية ما شفتش حكام مصريين كتير في المراحل السابقة ما فيش غير مباراة واحدة لمحمد عادل ومباراة تانية أعتقد لبرايم نور الدين في الجولة الأولى لأن كانت الحكام لسه راجعة من الكاميرون لكن فين باقي الحكام المصريين في منافسات دورة أبطال وكاس الكونفيدرالية مش موجودين مطش مباراة كان سهل أتمنى الكابتن محمد معروفه دي مش أول مرة دي المرة التالتة مع الأهلي تحديدا مباراة المحلة مش قادرين ننساها مباراة 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 محتاج يقعد مع نفسه لجنة الحكام لو مش فاضي لتعمل ده تجيب خبير أجنبي يقعد يعمل ده محتاجين في لجنة الحكام يكون فيه خبير نفسي طبيب نفسي يشتغل مع الحكام لأن الجزء النفسي يا جماعة لا يقل أهمية عن الجانب الفني وكل اللي احنا بنقوله ده مش بننتقب لمجرد الانتقاد احنا يهمنا مصلحة التحكيم المصر عشان يفضل دايما رقم واحد وحقق العدالة أنا لو خسرت ثلاثة أربعة ومديني حقي مش هادر أطلع أتكلم عليك كلمة واحدة لكن مباراة أنا كسبان أربعة وللأسف انذارات عديدة اللي عبت الأهلي ليس لها أي مبرر طيب